باش واندرس الاندية الشعبية ما فيهاش خماسي حديث ليه؟ خماسي لعبة مكلفة جدا تمام واغلب الاندية بتعاني ماديا برضو فبالتالي يما تيجي النادي تقول له انا عايز ازود لعبة عندك يعني بين النادي الاهلي والزمالك مثلا بس اكبر نادينا هو في مصر مزبوط طبعا احنا حاولنا معهم كتير اتكلمت معهم فقاليا اه طبعا حاولنا كتير خلاص يا جماعة عايزين خماسي مع عندكم احنا هنساعد بكل نقدر عليه الفكرة دلوقتي مع جميع الاندية ان لا لو هكلف جنيه لا لان مثلا النادي الاهلي هتلاقي الكورة بتصرف على بقية العالم بشكل كبير يعني خلاص فبالتالي هو مش عايز عبء زيادة برضو الاندية بتفكر بتفكر انتخابات وتفكر انا هصر في قد ايه وليه تمام فاحنا بنزق بقدر المستطاع احنا دلوقتي الاتحاد الدولي بدأ برضو معانا يفكر بشكل مختلف قالك احنا طب انسى بقى اللعبة المكلفة قوي اللي هي الخمس العاب دي وخلينا نشتغل على حاجة اسمها جاري ورماية ليزر راند بس وهعمل لكم بطولة عالم للليزر راند في المراحل من تمانية وعشرة واثنشرة واربعتاشر وهعمل بطولة اسمها باياتل وترياتل لجاري واسباحة وجاري واسباحة ورماية خلينا نطلع قعدة كبيرة في دول فقط لغير فقط لغير فقط لغير تمام فدي ألعاب سهلة موجودة في كل الأندية فده اللي احنا بدأنا بيدلوقتي نشتغل يعني في حاجة حتسمعها وعنها يمكن لأسبوع اللي جاي بتتعامل مع وزارة التعليم العالي وزارة التعليم برضو كل ايسا بكلم دكتور أشرف صبحي فيها مبارح خلاص وفي حاجة تانية بتتعامل مع شركة استادات برضو لأسبوع اللي جاي ان شاء الله بحيث نحن نستفيد بالإمكانات اللي موجودة بتاعة الاستادات اللي في كل المحافظات دي ونطبق الفكرة بتاعة التحاد دولي في القصة دي خلاص في توصيل الخماسي لكل جمهورية مصر العربية احنا حاليا عندنا تلت مناطق فقط لغير او اربع مناطق قاسف قاهرة اسكندرية وسط الدلتا دول اللي موجودين وموجودين بشكل كبير وعندنا الوادي الجديد بس ما قداش اقول ان احنا ناشطين فيه اطلاقا محتاجين ناشط اكتر من كده بكتير الحقيقة احنا عايزين نوصل لكل مصر 26 محافظة اه طبعا عايزين نوصل ل26 محافظة انا هقول لحالك حاجة حاجة فاكر لما برده بدأ اكثر في السكواش مصر كله عايز نتلعب سكواش حصل صح؟ تمام لما احمد الجندي وسلم ايمان عبد المقصود عندنا كسبو الدهبية في في اولمبيات الشاب 2018 عدد اللاعبين عندنا في البطوط المحلية تضاعف تضاعف يعني لو قلنا ماسكا عنديه 3000 بعدينا 6000 ماشا الله بين يوم وليلة فجأة فجأة احنا متوقعين وبريدكتنج للسنة اللي جاية دي ان بعد بدلت احمد الجندي الفضية العدد حيضاعف تاني تاني اه فلازم نبقى جهزين ليه خلاص وده حاجة تفرحنا لان طبعا انت كل ما القاعدة حتكبر عندك مصبوط كل ما حيبقى الاختيار للمنتخبات اسهل